في وقت كتابة العهد الجديد كانت هناك أكثر من كلمة يونانية تحمل معنى من معاني المحبة فهناك كلمة إيروس وتشير إلى المعنى الجسداني الشهواني من المحبة والذي يتعلق في معظمه بالعلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة وهناك كلمة فيلو وتحمل معنى أكثر سمواً للمحبة وهو المحبة في إطار الأسرة مثل محبة الرجل لزوجته وكذلك المحبة الموجهة للعلم والأفكار مثل محبة الحكمة التي نترجمها فلسفة أو فيلسوف كذلك كلمة ستيرسو والتي تشير إلى المودة التي تربط بين الآباء والأبناء أو بين إخوة الإيمان في الكنيسة الواحدة لكن هاتين الكلمتين لم يكن باستطاعتهم التعبير الدقيق عن نوعية المحبة الإلهية التي أعلنها الله من نحو البشر فلجأ كتاب العهد الجديد وخاصة الرسول بولوس إلى كلمة جديدة تماماً في اللغة اليونانية وهي كلمة أجابي والتي تعني في أصلها المحبة غير المشروطة وهو بالضبط المعنى الذي يصف محبة الله من نحو البشر فهي محبة ليست مشروطة فالله يحبنا ليس لأننا صالحون بل بالرغم من أننا خطى وأشرار إن المحبة الإلهية محبة تعطي دون أن تنتظر رداً أو مكافأة إنها المحبة التي لا تفضل نفسها بل تفضل الآخر على نفسها إنها المحبة التي تعلمنا الغفران وليس الانتقام تعلمنا العطاء وليس الأخذ تعلمنا التضحية لا الأنانية إنها المحبة التي يصفها الرسول بولوس في أنشدته الشهيرة في رسالته إلى أهل كورينثوس في الأصحاح الثالث عشر من رسالته الأولى إليهم يقول المحبة تحتمل كل شيء تصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء المحبة لا تسقط أبداً هذا النوع من المحبة هو الذي قصده الرب يسوع في قوله أحب أعداءكم باركوا لاعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا من أجل كل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر